الناس هنا في كل القناة بيسلموا عليك يا عمدة يعني يعني كله سمير مخرجنا الجميل سمير عوكاشو كله بيسلم عليك مش عارف اقولك بقى دكتور والناس عارف انت صاحبي وحبيب قلبي فمش يعني وحازم البرع بيسلم عليك كل الناس بتسلم عليك بسرعة طبعا كلهم حبادي واخواتي ودائما موفقين والله عادي انت صغير كويس انت طبعا يعني حاجة جميلة جدا كل الناس هنا بتحبك وواجهة مشرفة لنا برا مصر في اي مكان بتروح وحاجة جميلة جدا وكله يعني بيقوله الدكتور عماد يوسف حاجة مثالية واحتزة بيه بصراحة لازم اقولك كلمتين دول بس ما تتغررش يعني طب مننا بقى مستقبلين مستقبلين الاهل ازاي وعملي ايه مع الاهل قبل تقريب الاهل مش عارف ارد عليك على طبعا طبعا شيء طبيعي انت تتكلم على بطل انت تتكلم على مدل قاهدي واحد من اهم واحسن الاندية تواقب نتكلم على المصالة الفريقية او حتى على المصالة العربي مدل الاهل سماته كبيرة جدا هم عشان اه شيء طبيعي انت داله بشكل اكثر من رائعة الاخوة في الامارات حقيقة يعني عشان مش عشان عايشين بينهم بس هما ناس يعني بيعرفوا يحتفوا بالنسبة شكل جيد جدا اه بيعرفوا اه يعني يأذنوا صورة متمايزة عن طلعتهم وعن طريقتهم بحبهم بالناس طبعا حبهم لمصر شيء مفروغ منه طاعة يعني مفروغهم بشكل عامل بالنسبة التاريخية اه والاهم والاحسن والاحلى ان احنا بكلنا يعني بنفتخر ان احنا بنغطي بطولة تحمي الاسم الرحل العظيم اه شيء زايد احنا طلاع عليه البطولة تحمي الاسمه فأس زايد بالانزال اطال اه هو عم زايد السنات اه طبيعي المبارا ان شاء الله بإسن الله طليق بطريقين وان الاخوة الاماراتيين طبيعي ان هم يعني اه طبيعي بتاعهم ان هم يستقبلوا الاهلي ويستقبلوا اي نادي مصر بشكلة اكثر من رائع والاحلى والاجمل ثمان ان انت تتكلم على طولة تحمي الاسم بشكل غير طبيعي نادي الاهلي من ساعة ما جاء طبعا استثال نمائز حتى مهاردة تتكلم مع اي جاء صالد اه ترندلي عدو مصر اي جاء صافي بطاعت جدا ومفتوط على حقاوة استثال اه اه نادي الاهلي نادي تتكلم بحسب اه جدا 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 اه المباراة بشكل عام ضم اكبر منها exact اللي ساتبقى سهلة لان طموح للفريقين طموح اه هوهدف واحد حمه ان انت عايز تتحضب دور خادم دور التمانية وبالتالي الامور صعبة هو دي الاهلي راجع من خسارة نهائي افريقيا وبالتالي عايز يعوط خحترف الخرقية طب خلينا نتوقف عن خسارة الأفريقية وما هو رد الفعل بالنسبة للمدرب حسن عبداليو مدرب الوصل الإماراتي هل هو حاطت الهزيمة في دماغه يعني إزاي طبعا أنت في الدوري الإماراتي وعارف ردود الأفعال عندك بيفكر في مباراة إزاي خصوصا بعد خسارة الأفريقية هل هيستغل العمل الخسارة ده عمل سلب ناد الأهلي عارف قيمة ناد الأهلي عارف الموضوع ده ممكن ما يهزش ناد الأهلي قل لي دخلني في دماغه شوي شوفوا كابتال محسن عنده لي راجل جيس سنة دي بعد سنة ده الهزيم كتيرة وخلنا نشكح للناس فرق الوصل فرق الوصل السنة اللي فاجت وضعها من الفرق الكبيرة جدا والمناثة فرق الوصل من الفرق اللي هي جمهور كبيرة جمهور لما ممكن يحضر المقاطب بتاعته جمهوراته مع العين مع الكثيرة في المقاطب الكبيرة خاصة سنة الفجر تماشر شكل أكثر من رائع كان الجمهور دي لم أسر الملعب تماما دي حاجة الثانية اللي الناس تكون عرفها من السنة دي النادي الوصل مختلف عن السنة اللي فاجت مش ماشي يعني قبل وطوق مستوى وانتذاب النتائج بعد بداية المستوى السنة دي بالدور الإماراتي وبالتالي تم الإطاحة بالمجرد الفني وجيه الكابتن حسن عبدالي الكابتن حسن يدري أن يعمل استوليثا تعرف المحلية المميزة يعني يدري أن يرقص السرقة على رجعها بشكل كويس يدري أن يمسي الكابتن حلو جدا توقع على مستوى الدور أو حتى لو هو تعاجل كان أول مغاراته كان قابل النجل آلي فالصهرة وكل الناس طبعا كانت يترجح فصة النجل آلي التعاجل الإيجابي بهدفين دي كانت طولة مفاجآت هذا المدرب مع طريق الوصف فإدري أنه حالة تواسل الجديد أنت تلعب مع بطل مصرية وبطل العرب وبطل مصر تجد تاني كانت دفعة معنوية كويسة جدا إدري أن نقعه معنويا بعد فترة التزاز مع مدرب جديد يقدر نوقف الفرقة على ركاة مجد الواصلة عنده مجموعة تعيبة خلي بالك تأثيرات كويسين عشان الناس ما تبتلكي من المباراة عن دفنين في مست الملعب هم دفنين الأساسيون دفنين اللعبة في ارتكاز في مست الملعب الهدفين دعمهم في مستخب الإمارات دفنين اللعبة علي تلمين وخاميس إسماعيل دفنين اللعبة مميزين جدا دفنين اللعبة عرفين يحملهم جيد دفنين اللعبة عرفين يحملهم جدا الأربعة الزبق الهدومي بطريق الواصل هم أربعة أجانب على مستوى عالي جدا سواء ساي سواء فاتيولينة ودلي ثمين لعبة برهوميين على أعلى مستوى على أعلى مستوى على مستوى البدن وأعلى مستوى الفن دي حيئ دي تدريباته قبل مواصف الأهلي الحالة المعنوية لتزيرة جدا وعالية جدا سواء عند اللعبة أو عند التفنحة هرجعلكم لتفنية بتاعتك النهاردة أنا بتتلم مع الراجل طبعا الناس بتقعد تقول لك من النادي الأهلي ورجع من إتريقيا ومهدو وشكله وطريقه لعيدة ومصابين فالراجل النهاردة فاجئني أنه هو عام الحساب جامل جدا للنادي الأهلي بأنه هو يرتكز على حاجة سمسال أهمية ويقول لك أنا بلعب أنا بلعب فريق وهو بطل إتريقيا يعني حسابيا المبارات العودة فانت كنت أتشيل لأسف إتريقيا فانت خلاص أنا بلعب بطل إتريقيا فريق الآمن فريق الثلع من الدور الأولاني ولا فريق الثلع من الدور المجموعات ولا فريق الثلع وقف على بشكل بشكل جيد الإصابات هو عارف من المدى الأهلي من الممكن جدا من اللعيد اللي ممكن يكون حتى بعيد أو أنه يشاريش في أساسي وجوده بحاج كبير هو ممكن يكون نحور حافظ طبعا حافظ كل حاجة تتجاهل أنه يلعب يقول أن العلم انتقل مصر عنده في المتخم العلم تخد بلك أن الرجل مركز واش قوي عارف العدة الناجل أهلي عارف تنتمم عارف أن أنت عامل حشاب للناجل أهلي انتقل كلامه معرفة على فكرة ومتركه للعيم أنه أقعد تفكر أنت عادل الإيجامي لهذا شير هو مسهل مهمة الوصل على حكام النادي الآن هو الممارة صعبة جدا سواء للأهلي سواء للوصل عشان النتيجة طبعا وعشان إحنا كمنحب النادي الآهلي والتمصريين وعايزين النادي الآهلي كألوية يفوز ويستمر بكل تأكيد في البطولة فأنت بكل تفكر وهو النادي الآهلي ما تفكر عمل إزاي يعني كان نفسنا في أكتور حال معنوية مستمامة عنده إصابات كتير لكن كل اللي انت شايف تلبي البدير الفاني للوصل مشتايف ده ملعب مشتايف عشان كده هنزله بكرة يقتله في الملعب في المناسبة الراجل دعا للجماهير التي هتحضر بكثافة بإني لغاية دلوقتي هحيط أقولك إني 25 التذاكر اللي تم طرحها ليه جماهير النادي الآهلي طبعا دي عد بالكامل لكن دي تستمت وصنعيد تبيع بشكل يعني نهائي بالجمهور الإمارات طواء الوصلة أو جرم من الجماهير الإماراتية اللي عايزة تسامة الوصلة وأنا كنتا لمعلوماتي بقولك من الممكن تتوف أكثر من 25 تلمية من الجماهير بالنجل أهلي أكثر من كده من طرحها يعني ممكن نسمع بكرة نسمع طرحها حاجة جديدة يعني ده التكتار إن لو أعتقد إن ممكن تتطرح للجمهور المصري عشان الملعب لكن النهاردة الرجل كبتن حسن دعا الجماهير الإماراتية إنها تسارج بإنشاية المباراة ضعبة جدا على نادي الوصل لأنه عارف الأهلي لعبته قدر أنها تعود عارف إن نادي الأهلي عنده مجموعة من اللعيبة المميزة سواء لعيب ناشي أعيد احتياتي أعرف إن الأهلي عندي استخدرية في الملعب اللي يقدر إن هو يكتب فيها المباراة وبالتالي هو عنده مجموعة كبيرة جدا من ممهوره عنده مجموعة كبيرة جدا إنه عارف بجموعة السريق كبير فأعتقد إن الراجل عامل حساس جميله للأهلي بشكل طوي جدا وأكيد عارف إن الأهلي كان واخد من تفكيره جزء كبير جدا البطورة الأفريقية في مباراة الوصل السابقة طبعا من اليوم تلبي حتى لو تتذكر المدير الثاني للنجل آلي طلع بعد المباراة الأولى واتطرح بدفل بطمر الصحة بالزبط 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 وقال لك اللي لاعبتي تذكرها في مطل التراضي إنه مثل ده طبيعي أنت بتحاول إنت وفرقيتك تخرج الفرقة من الجو مباراة على شكل مباراة ثانية لكن في التوقيت جالة ونتذكر فانتعب أوي إما كنت يتلل دماغة مباراة التراضي لأمور كانت صعبة أنا نظري على أن تفتل مهاردة فتنجد حتى الأهل اعتقادي من الأهل وهت تكل مختلف تماما وكان فريق الوصل سواء على مستوى الروح سواء على مستوى الأداة سواء على مستوى المسيجة لكن مباراة الأمورة والثلاث مباراة الأكبيرة مباراة مستهلة وأنا شايفها يعني هتبقى نقطة التحول إن شاء الله قبل أن النبي الأهلي يبدأ في المعترف في المحل فيها وبالمناسبة خلينا ضح لك المشوار خلال فترة اللي فاتح من قاعدة الأهلي لعب الوصل في مباراة الذهاب اللي تبقى التعادل الإيجابي الوصل ماشي بالدور بشكل كويس جدا مع التكاث الخليج العربي اللي هو زي يعني كاس المختلفين عندنا في الإمارات برضو ماشي بشكل أكثر من رائع الفرقة بالفلح اللي أنا بخدها على فريق الوصل إنه هو المشكل التهديثي أو المعدل التهديثي لفريق الوصل عالي جدا لأنه من أهم المهم في مؤتلك في الدور الإمارات وعندهم أروف يبرا جدا سواء فايو أو لينة أو حتى فايو أو لينة أو لينة وعايز أقول لك إنه يستخد على طريق الوصل إنه ممكن يخص فيه هدف وثلاثة يعني يعني بيهدف وبيستأب الأهداف يستأب الأهداف لأنه أنا بشكلته في خاصة ظهر عندي ثلاث اثنين المشاكين يعني طيبين سوي للغة الطور فده ممكن يكون عامل إحجاب للنادي الأهلي شكرا يا رب يا عمد أنا عارف طبعا الأستاذ عهوب السعدي وانتو بتعملوا كل ما يعني في الإمكان مع قناة نادي الأهلي فطبعا مش هوصيك يعني يا عمد قناة الأهلي بكنا وطراحة أي حاجة تعرضها القناة النادي الأهلي في الإمارات في المبارات أي حالة يعني على المغمة حبيب يا عمد ربنا يخليك أنا آخر سؤال هاسأله لك آخر سؤال هاسأله لك أخبار الضيط إيه أخبار إيه الضيط طيما نحنا نطمن عليك عشان برد وتعرف الناس أنا عايز أتطمن عليك كابتن خالب يوم قال لي بقاله 14 سنة بيعمل الضيط بقال لي أنا يعني بهدي النفوس بقالك 14 سنة بتعمل الضيط عماد يوسف نجم الأهلي السابق في الإعلام واللي مشرفنا في كل مكان بيروح وشكرا جدا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات الهمة جدا عماد يوسف تكلم في كل التفاصيل يعني هو عماد عايش طبعا في الدوري الإماراتي عارف كل كبيرة وصغيرة عن فريق الواصل الإماراتي قال لنا يعني حاجات كتير جدا يا رب يكون حد سمعنا وأكيد طبعا باترس كالتيرون عارف كل هذه النقاط زيادة قوي قوي هذه مباراة عن مباراة اللي فاتت تماما اختلاف يعني